تحضر معنا اليوم بصحتك أهم الدكتورة هيند هايم اللي هي متخصصة في الأمراض الجلدية صباح النور صباح النور جميلة صباح النور جميع المستمعين ومور كانيا الحمد لله صحيحة الحمد لله اللهم عليك الحمد إذن اليوم مرتقين أنا نتكلموا على موضوع اللي ربما شائع كنسموه اللي ديما كنسموه للتلال أو التقاليل اللي بطبيعة الحال غنبغون عارفوا هاد المستمم نينجا غنبغون عارفوا كذلك تعريف ديالها الأنواع الأسباب اللي كتخليها تظهر واش هاد تأليل أول هاد تلال هما سرطانات حميدة أو لكتخدر تتحول سرطانات في المضاعفات ديالها الويراتة شحال كتلعب يعني دورها شحال باش أنهم الناس اللي عندهم تلال بزاف واش الأخطر اللي كيكون على الوجاء اللي كيكون على الدات أو لعلى المناطق التناسولية هادشي كله رفقة تكون رفقة كل مستمع مستمعات اللي بطبيعة الحال الأسئلة ديال هم كتغني الحوار ديالنا من خلال التواصل على الرقم اللي هو 052 36-036 بداية كنسمعوا التلال أو التأليل شنو اللي المفهوم ديالها الطيبي هلا تلال هما زوائد جلدية اللي ناتجين على التهاب فيروسي فاش كنقولوا فيروسات معناته كينعدوى لونك كينتقل من إنسان الإنسان ولا في الإنسان براسه لكام مثلا كيفلفوا في حد البلاصة كيهزهم بلاصة ويحطف بلاصة أخرى هاد التهاب فيروسي هو سبب وحد فيروس المعروف اسميه الهومن بابيولوما فيروس ونختصره نقوله HPV هاد الHPV ما كانش نوع واحد ولا جوج كان كتر من مئة نوع وهنا علميا مرقمينهم غير باش نصنفوهم شكل الخاطر شكل الحميد شكل عنده تأثير شكل يخصوه مراقبة معينة دوك هاد الHPV كييجي في الجلدة الخاصية ديالو كفيروسات خرين كالجميع الفيروسات انه كيحمق انه يعيش وسط الخلية دو كيفاش كان هزونا هاد الفيروس غنه دروع لطرق العدوان ما كيفاش هو كيخدم مثلا انا دخلي الفيروس الجلدة ديالي ولا المنطقة التناسولية ما عندهم ما يدير بالطبقات سطحية ديال الجلدة كيمشي للخلية القاعدية اللي كينافل تحت ديال الطبقة الفوغانية وكيدخل وكيستكون في النواة ديالها ويقدر يبقى يعني احنا كنقوله مدة الحضانة 6 شهر مايقدر يكون مدة الحضانة 10 سنين ويبقى نعس فيها حتى الوقت معين هادك الوقت معين كيقدر يكون مثلا وهدو هما الفاكتور دوغيس كل العوامل المساعدة ان المناعة دي الانسان نقصات ان هاد الانسان كياخدش دول لمهبط المناعة ان هاد الانسان ديزم واحد المرحلة نفسية اللي هي مؤترة بزاف وقترت عليه ولا تو سمبلمان ان هاد الفيروس استقوى وتمكن من الخالية وبدأ كيينتج الخلايا الجلدية داخل فيها الجين دياله وهنا كيولي ديكتولة طالع يعني شاكسي للماء يقول لا خالي يا ام كتعطينا وليدات والوليدات كيولدو وكيعطينا هادك الشكل السطحي ديالهم اللي هو تولالة على السطح ديال الشلدة يعني لجنة شوفنا التركيبة ديالا كيف قلتي هي الناس اغلب كتقول غير زوائد يعني غير شي حاجة زيدة غير الحيمة شي حاجة مش مشكل ولكن الناس دائما تيقلبوا على التولال وتيقولوا ربما ما خطر دياله اي لا احنا قصنا هاد التولال بالدارجة كيف كان قلو لا بدي تيكتلعف هاد التولالة مثلا تمفيتي كل خطر انا تكلمتي الان اكين ان اعوامل خطر اللي كتهيج او لا ربما تخطر تحول هاد التولال الاشياء اللي هي غانشوفوها معاك لاغتون خطيرة ولكن الاجنة نشوف ربما التمظهور دياله على الدات كيفاش كيكون الاماكن اللي كيكون فيها كنشوفو التولال عند مختلف الفئات العمرية دكتور هنا يا التمظهور دياله ربما الاسباب الحقيقية او لا طرق دياله اللي كنتنتقل من شخص لانك قلتي انه شي حاجة اللي هي معدية فغان بيقول نعرفو الطرق دياله وفي اي حالة هنا ماشي تخوفا كيف كنقولها دائما ولكن تحسيس ربما بحاجات لي ربما كنقوله احنا حاجة بسيطة غي تولالة ماشي مشكل وفالاخر كتوليش حاجة اللي هي خاطرة على المستوى ديالكم تفضلي التولال ما كيقل حتى واحد يعني يقدر يجي الصغار يجي الكبار يجي العيالات ويجي الرجال وما كيقل تقنت في الجسم يعني نقدر نلقى التولالة في الشعر ونقدر نلقاها في الضفر ونحن نلقاها بطبيعة الحال في جميع الماماكين الجلدية بما فيها التناسولية بما فيها الرمش ديال العينين بما فيها الفم دوك مكينة تشي بلاسة كتقل فين مكينة الجلدة كيقدر يكون تولال لانه بحالة تقول المحتاضي للأساسي الفيروس اللي هدرنا عنه دوك بما انه منتشرة في مناطق كتيرة كما قلنا في الجسم ويقدر يجي لأي واحد دوك تقدر تكون عندنا بوحد طريقة كبيرة نحن نقسموها لشقين الشق الأول هو العدوة المباشرة معناته المصافحة اللمس قصتان واحد لسيخفاص اللي فيها الفيروس اللي يخصنا نعرفه انه واحد الفيروس لمقاوم الحرارة والبرودة بوحد طريقة كتيرة داك شي علاش تيكون فاسيليتي اننا نتنقلوا ولا ننقلوا الناس عن طريق لسيخفاص مثلا أنا نقص واحد الحاجة وجو واحد مرايقات سيقدر توهز الفيروس في ديك المدة العيش اللي بقي حاصل فيها الفيروس تحيي كين طرق الغير المباشرة وهنا كيكون بالخصوص الأماكن اللي كيقصوها الناس بزاف مثلا الحمام مثلا المسبح مثلا أدوات تقليم الأضافر في الصالونة ديالة جميل داك شاشخص كل واحد يكون عنده دياله الخاص وفي نفس المنزل يعني مثلا واحد في الدار عنده تولالة وأنا لبسط له بالتوفتو مثلا ولا واحد في الدار عنده مقص في حدا حدا الدفار وقصت له في نفس المقص الدفار ولا غيم صحت بنفس الفوطة اللي هو فيها إلا كانت تقارف ديك المدة اللي هو قاسها وأنا قصته من بعد ذوك هالشي كيخلينا أنه إلى أخذنا واحد القواعد أساسية في النظافة عاماتين كل واحده فوتو كل واحده مقصود الدفار كل واحد غادي لسالون جميل يدي معه الماتيريال دياله غن نقصو حدة تعرض للمشكل في أموة عينة اللي قد قدر تكون العدوة عندها بنسبة أكتر هم الناس اللي عندهم البشرة الجافة لأن الفيروس كيستغل أي بليسة محلولة ويدخل منها المشكلة الجافة بطبيعتها أي حاجة تقدر تركب عليها وهنا نقوله بالضبط الناس اللي عندهم للوليدات بالضبط اللي عندهم لا ديغماتي تاتوبيك أو لا لإكزيمات تاتوبيا اللي في تنهضرنا عليها ذو كيكون عندهم واحد نسبة ديال تعرض للفيروس أكتر وكنشوف عندهم مظاهر ولتا مظهور الفيروس بطريقة شيعة يعني الجسم ديالهم كامل والناس اللي مثلا مجروحين أي جرحة عندي في الدات إلا ما عالجتهاش راه واحد الباب محلول يقدر ندخل يا منه العش بي في وفيروسات أخرين ولا مشاكل الجلدية تعفوني أخرى هنا دكتور هين الناس بغي ما تبغي تعرف يعني حتى كيف قلتي للتولال عند كل شي الناس يعني كان عارفوا أن الناس بزاف يعني في العوائل وادة عندهم تولال يعني هنا الناس بغي فعلا أنا تخاف أتقول أنا مثلا الأم ديالي عنده أو لا عنده هنا يعني ذيك الخالة الكبيرة اللي كان قولوا حنا يا أول شي واحد هنا مني كان قولوا لما تقش الفوطة ديال الشخصي فغي هادو أشياء اللي هي من الحاجات الضرورية في كل منزيل أن كل واحد يكون عنده الحويش دياله ديال نظافه ويستعملها استعمال وحيد دياله خاصة به ماين الناس تقول أو أنا ما لبصني لدي الأم ديالي أو لدي الأب ديالي لأنا في تولال أنا ما نقش هادي هادو الأمور كله أنا راه فغي مورا ولينا سنخلعهم نحنا بغينا نعرفه واش في كل حالات فعلا من الإنسان في تولال أو لكين واحد العدد ديال تولال أو لكين واحد النوع ديال تولال هو اللي ما خاص فعلا إنسان أننا نتعامل للتعامل أنا أنا تخميثها للسيطة ماشي أي واحد كيخرج من دووش كيمشي البالكون كيدربوه كيجوح لقم نعم نفس الحاجة يعني فاش نقولو حنا طرق العدوى راه إلا كانت أنا المناعة ديالي مدلا قوية ما عنديش مشكل صحي وقصت قاع أنا ديال التولال اللي عن شخص اللي عندي ومناعتي قدرة تاكله أرا ما غيبان عمرو ما يبان عندي دوك كون أبلحنا اللي بخطوخسان يعني وخا عندي المناعتي قادية في الغرض إيمتي يقدر يبان في العيب حتى أنا إلا واحد نهار مناعتي طاحت لأنه بطبيعته هو هاد الفيروس اللي المناعة تقدر تاكله اللي تقدر تقدي عليه ولكن لا هي ما كيناج هو اللي كيفا بخوند غلافال وهو اللي غادي طلع وهو اللي غيبان لنا دوك الاحتياطات الضرورية حدود الحدث يعني أنه واش غيطرول ما يطراش تو ديبون دو قدرتي أنا على التحمول ولا قدرتي على الدفاع للجسم ههنا غا مشي وكيفاش كيتمظهر يعني الناس اللي عندهم دابات تولال كيقول واش أنا هادتها يتيسمي وها تولالا ولا عادي التولال العادي هو اللي كين